استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأبنبي الحداد على صفحة فيسبوك نورسات الأردن المفكر الإسلامي الدكتور حمد مراد وذلك في حلقة جديدة بعنوان الوئام المجتمعي حيث تركز الحوار حول مفهوم الوئام في الأديان السماوية التي تحث في رسائلها على السلام والمودة والشعور مع الآخرين حيث بين الدكتور مراد بأن غياب الوئام بين الناس هو مشجع لنشر المغضاء والكرهية والتطرف المزيد في هذا الحوار ما هي نظرة الدين؟ ما هي نظرة السماء التي تتفق عليها ديانتانا؟ نظرة السماء إلى الوئام كيف يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى؟ بوركتم يعني حقيقة آيات كثيرة وأحاديث كثيرة في الجانب الإسلامي ومثلها يعني تترى بين أيديكم في الكتاب المقدس لما ربنا سبحانه وتعالى يقول بفطرة ما خلقنا وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا والتعارف هو أرقى درجات العلاقة الإنسانية التي ليس فيها التطابق الكل لكن هي التي تقوم على المحبة وما فيه تطابق هو قائم وغير ذلك فيه احترام للرأي الآخر وموقفه ما دام هذا الموقف إنما ينبع من مسار المحبة والمودة وإقامة جسور العلاقة الطيبة الأسرية الاجتماعية الراقية بين الجار وجاره بين الشريك وشريكه بين الزميل وزميله بغض النظر عن هذه العقيدة السمحاء أكانت إسلامية أو مسيحية أو غير ذلك ولكن نتكلم عن عنوين ما أضف الله به على هذا العالم من نعمة في هاتين الديانتين الرائدتين عالميا فإذا نحن نتحدث عن الوئام بمفهومه وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم التقوى هي مصدر كما تفضلتم ومنبع يفرز لنا ويثمر لنا عنوين عديدة فيها التسامح فيها الأخوة فيها التعاون على البر عدم التعاون على الإثم والعدوان وفيها هذا المعنى البعيد القريب الروحي الوئام الوئام هو من أعلى درجات الشعور بالآخر قلبا إلى قلب وروحا إلى روح وبالتالي سلوكا إلى سلوك بعلاقة طيبة راقية